حكاية الليلة قمة الروعة المعنى الحقيقي بالحرف أنه إذا مكتاب لك شي حاجة تكون من نصيبك راديك وخيك ولي كان فوق من هذا أنه إحنا كبشر مهردين لابتلاءات وسبحان الله أي واحد فينا تتقبلها بصدر لي هو راحب وبالحمد لله راضيا بها فكيزول هذا الابتلاء أو التي يمر بواحد اللطف لي هو خفي حكاية الليلة وأنا متأكدل لأنه غادي تخرجوا منها وأنتم مناشتين فاخريكم تبعي الحلقة سلام سلام المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد كنتم لكم تكونوا بيخاروا إلى خير أموركم هنية أحوالكم طيبة كبير ما ندخل في الحلقة قولوا لي التحت ورسلتهم للعطلة وش بديتوا كتوجدوا الناس اللي تقرأوا بالدخول من دراسي ولا الأمهات كيوجدوا الوديداتهم باش أنهم يدخلوا يقرأوا أما إذا كنتم منه اللي تخرج شهر 8 كتخرجوا فغادي نقول لكم بصحتكم معقبة لنا خير ما نتعطلش عليكم أكثر وزوج دياليولاد أنا قبل من ختي الأخيرة زادت في واحد الحي اللي هو شعبي ووالدي يم قاتل على الكرة والمصروف الأب ديالي واحد الإنسان اللي بسيط جدا حارس ليلي والأم ديالي ربت بيت خوتي اللي كبر مني كل شيخ الدام وتكرفصوا بزاف فمحنا الثلاثة الآخرين وهم اللي قرينا با كان إنسان اللي هو صعيب والأم ديالي ما عندها كلمة من مربة حيث كلمته هي اللي كتكون هي مرض رويشة وما عندها صحابات وما كانت مشي عند حتى شي حد وغير الدار ومقام لنا فأخوتي الكبار بقوة الحرد أنهم ما قرأوش بقوهم زيارينا باش حنا نقرأو والخوف ديالي منهم يمكن كان كنا كثير من الوالدي خوتي والوالدي ديالي غاديتتعاونوا مع بضياتهم وش روح الدار ولكن أنا ذاك ما كان عندنا لا ما لا ضو لا حتى شي حاجة فجيران الله يرحم منهم الوالدين وهم اللي كانوا كيعطونا الماء وكان خلصوا معهم أما الضو كنا كنا نشعلوا غير الشمعة ولا البوطة الصغيرة اللي فيها الفتيلة إذا ما زالبخي نعقل عليها أخوتي بدأوا كيتزوجوا وحنا كنكبروا وكل عام كنت كان نجح وديها غير فقرية ديالي واحد أختي كانت عندها واحد صاحبتها وديما كتجيب واحد أختيها اللي كان تقذي في العمر وكانت هي صاحبتي الصاحبة الوحيدة اللي كانت عندي الواليد ديالي عياو تهد وبدك يمشي له الجهد ولا مرة خدام مرة غالس أختي كل واحد كيعاون علاقة جهدو واحد أختي الكبيرة فينا مزوجة كانت معاوننا بزاف كتشرنا العيد كتشرنا الحويج والكتوبة بزاف ديال المرات وكانت عندها بنت اللي أنا كنت كبر منها بسبع سنين تبارك للله أختي والد وولادهم ولو قدي في الطول ما شاء الله المهم أنا غالي نوصل للتناوي وكانت بعيدة علي بزاف فطلبت الانتقال لمدرسة قريبة ليا ولكن ما بغوش واضطريت باش أنني نبقى في ديك التناوية اللي بعيدة بزاف فعلية فدوزت فيها تلسنين واللي كان عندي فيها واحد توقيت لي هو صعيب من 12 الجوج ما كانش يكفيني الوقت باش أنني نرجع للدار فكنت كان ضر أنني نمشي لشي محلبة قريبة وإلا ما كانش عندي فلوس كان بقى كنسين في شي رحيبة على ما يحللوا الباب نتاع المدرسة بقى كان عقل في الباك واحد النهار من 12 الجوج مشيت مناكل واحد السندويتش في محلبة وواحد الولد لم يجبني أن يأكل حتى هو وكانت بلاسة حدايا أخاوية فطلب مني وشي يقدر يأكل أنا قلت له آه داك ياكل ومرة مرة كيسولني بحيلة كيت تعرف عليها فشمي تخارجة طلب مني الرقم تاع التليفون ديالي وانا داك الوقت ما كاشن لي تليفون فأعطيته غير الفيسبوك من بعدها بقى مرة مرة كيسول فيها وكيدعي معايا ويشجعني وعمرنا ما خرجنا تلاقينا المعرفة ديالنا وجمعتنا توقفة غير في الفيسبوك الحمد لله وصل آخر العام وغادي نجح في الباك ولكن تقطعات علاقتي بدك تدريلي أنه الفيسبوك مشالية وما عقلت شنو كن دير في سميته ديالي العطلة ديالي كنت كان نبت وكان طرز وكان عون أختي اللي كانت خياطة وكنت وهنا غادي بداي تسجيل وغادي نمشي وغادي نبدأ القراية واحد النهار سبحالله وانا غادي نشي الطوبيس بصدفة غادي نجي هيني تخيلو معا من معدك الدري اللي غادي نسميه في القصة ديالنا محمد ومن بعيد بدينا بجوش كنضحكو وهو يقول لي هاد المرة محان نخلك تهربية ليا غادي نضرو شوية على ما يجي الطوبيس وناخد النمرة دياله ومن هنا بقينا شحال وحنا كانت تواصل مع بعضياتنا مرة مساجات مرة أبل حسر واحد النهار غادي قصر حاليا باش انا نشوفه وبدينا كانت لقاه بعض المرات كانت طوله مع بعضنا في الطريق وكانت مشاو كان كي يجي لفاك يدخل يقرأ معايا غادي تشوفوا ديالك صاحبتي اللي كنت ديما كان عود لها علي هو فاش كان دايز شافني معاها وقال لي يا سبحان الله راني مرتاحيش لديك صاحبتك من الأحسن بلا ما سبقيت جيبها معاك فاش بغير نشوفك فعلا أنا غادي نعتذر لها ونقول لها راه بغانا نتمشى وغير بجوج وهنا هي غادي سكره وتبقى ديما كتعيب فيه وتقول لي راه غير كي تفلع لك المهم احنا غادي نجحو الحمد لله ذاك العام وغادي نجيبك كثير منها وهذا شي هي ما كانش عجبها وخلاها باش أنا هدى بز معايا بقى فيها الحال وقلت لي كيف إحنا كنحفظو بجوج مع بعضياتنا وانتي كتجيب كثير مني غادي مقاومو دا ما كان هدروش مع بعضياتنا حتى تدخلوشي أصدقاء ديونا وصالحونا أنا داك كانت نسات عندي واحد دفتار ديالها ولقيت فيه سميت يو سميتها وكتب فيه جميع المواد اللي دوزنا وبلي أنا كنت حسن منا فاش صرحتها ما عجبهاش الحال وبقيت غادي كالجرح فيها جاءت العطلة وبقينا أنا أودك الولد على تواصل وخا ما كانت شوفوش واحد نهر غادي عيط لي وغادي دوزي لأم ديله أنا تهضر معايا ودعيت معايا وقالت لي إلا غالك شي هدرا خيبة ولا شي حاجة قوليها ليا وهي غادي تقول لي بدورها هذيك البنت رابدة الناس أنا فرحت بزاف قلتها لأخوتي لبنات وكل شي والتي عارفو وحتى ذيك صاحبتي غادي نقول لها بلي رامو هذرت معايا وبلي راه ضريفها بزاف هي قلت لي غادي تكون غير شي بنت اللي دوز هالك باش هذري معاها وبدأت تقول لي شي هذرا اللي أنا ببراسي ولي تكنشك فبلعقز غادي نسولو وشا محمد بالصح هذيك الوليدة دي كولا كتفلع ليا أبدأ كي حلف لي بلي أنه رامو وما عندوش لاشي كذب غادي تدوز الأيام وغادي تلبني باش أنا نخرجه وقت زوين بزاف ورجعت لدارنا فرحانة ناشطة في ذاك الوقت كنت نحس بواحد الحريق في ديليمنا في المهزة تقل ولا بغيت نكتب كان تكدرني فأنا ما تتوقش وقلت ده يفوتني هذي وربما درت حركة لمشي هذيك فبقيت صبرة تلواحد النهار جاني الحريق اللي كان مجهد بزاف وديك صاحبتي غادي تقول لي يلا عندو واحد المرأة تمسد لكي ديك تقدر تكون في كوكا فعلا غادي نمشي لديك المرأة وغادي ندمل لشي مشيت حيث غير غادي يزيدي يتجهد لديك الحريق غادي نقول لها المحمد وغادي خاسم عليها ليش مشيتي لعندها وهو يقول لي غضة غادي نمشي معك عند الطبيب فعلا لغد ليه ممشيش لخدمة ومشي معايا الطبيب اللول لما شفيت معانف يطلب مني باش أنا ندير راديو وسكانير أنا خفت أنا داك ديال بالصح فبقيت تنقول مع راسي يقدر يكون غير شي يفكة ولا شي يهرسلي وبسيط وصاف فبقيت على أعصابي كانت سنغير يخرج لديك السكانير والراديو وديت ليه طايرة وخايفة هنا غادي يقول لي يا صبري وهذا مكتب الله أنا فشلت فهمت والو وقلبي كي يزدح يكلى بس دكتور سمعي يا بنتي عراكي عندك ورم في العظم وخاصك عملية مستعجلة غادي يصدبني وبديت كام بك وهو كي يحاولي وسيني أول سؤال جاني في بالي وعلى الثاني هو بش حال عد العملية قال لي ما نقدرش نقول لك الثامن ليكون فيكس على حسب الحالة ديالك ولكن الصراحة أنا رأي ما عنديش وحتى من والدي ناس علاقة دلحال وحالتي ربي لي علم بها غادي يسولني واش عند الأب ديالك الضماج جماعي قلت له لا ولكن كان عندنا رامض للأب ديالي كان مدخلنا فيها أنا واختي الصغيرة هنا غادي يكتب لي واحد الورقة ويطلب مني باش أنا نمشي للمركز الاستشفائي الجامعي مثل الحسن الثاني اللي كين في مدينتي اللي كان فيه واحد الجراح ديال العظام باش يشوف الحالة ديالي باش ندير العملية غادي يدخلني ويشوف الراديو ويكتب لي تحليل ويقدر لي تخطيط باش نجي بعد أسبوع ندير العملية وطبيعة الحال غادي عاونوني اخوتي وداكلو قلت باش أنا ندير تحليل وكل شي في ذيك الأيام كانت العشر الأوائل من ذي الحجة وهذا معناه بللي أنه العيد خادي ندوز في الطبيب فبقت يومين هزيت حواجي وستعدت باش مشي ندير العملية خليت كل شي كي بك وكيدعي معايا لغد ليه هدرت هذه العملية لحيدوا لي فيها طرف من العظام ديالي وطرف من الورم باش يديروا لي تحليلها في الأول يعرفوا شنو فيه ولكن غير ذاك الهبوط البلوغ قصة واحدة أخرى اللي كنت فيه كان بكي وكان رجف وسناني كلهم كيت تقرقبوا هنا استشعرت فعلا بالموت قريب وفي أي لحظة الإنسان يقدر يموت والدنيا ما كتتسوى والو من غير أسئلة شنو موجدين باش يلقوا الله بديت كان دعي وكانت طلب الله حتى تبنجت من بعد فقط وطلعوني الفوق هنا قلت أخوتي وليدية أمتك الدري وجدته وكمية الناس اللي كانت هائلة جاءوا يشوفوني كلهم تعرفوا وبدأوا يهضروا وحاولوا يضحكوني وأنا دايخهم أطراب البنج سيضعون لي زوج التحليل عن الطبيب وزوج خاصني ضروري نضعهم على برة وكلهم سيتكلف بهم محمد من أختي من حيث كان عارف في نجاو ذلك المختبرات فأنا بدوري ستسنى بدون تخرج للي النتيجة خرجت وعطوها الطبيب هنا سيجلقوا عندي واحد الورم اللي هو حميد بمعنى العكس أنه ورم اللي فيه مرض خطير اللي يقدر يقدر يؤدي بيا أنني ندير الشيميو المهم سننوز موضة الطبيب كانت سنى فيها حيدوا ليدك الورم والأعظم سيعمروا بحل التعمير الدرسة بها الطريقة شرح لي الطبيب وللأسف سننبقى مدة طويلة في السبطار وفي هذا الوقت جاء واحد الإضراب ومعظم الأطباء لم يقوموا خدامين من غير المستعجلات لخدامين مع حوادث السير أو للولادة فأنا بقيت مدة كنحس بالألم وصابرة وعائلتي كلهم سننجيين في التاكسيات سنطلب منهم باش أنه كل يجي عندي واحد في أخوتي أو أخويا ومراته أما محمد دي ما جاي أنا واحد النهار سأقول لي وانا كامبكي محمد عفاك بارك ما تعد براسك وتجي تشوفني انت تستهل ما حسن مني وهذه رهي الهدرات المعقول التي ستسمع من عندي دابة سأقول لي أنا مرتاح كنجي نشوفك وعمر لي ما سيلقى ما حسن منك سأبدأ يحاول يضحكني وانا هذه المدة كلها كنت غير هذي وكنت حرك غير لي صرا هي اللي كنت ناكل بها وكنت دي بها كل شي هنا سيجهد لي الحراق والأطباء ما زال بقين في الإضراب ويد ذات النفخات وأي حركة كيف حال لابدو كنت يضربني فيها صبرت بزاف والورم كان في الأول في غير حتى سأقومي ثمانية 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 بسبب الإضراب في السبطر من شهر شتنبر حتى النوفمبر عاد وآخرا سأكتب لي لأني أفضل العملية الثانية وهنا بطني البلوك وهذا كل أمال أربي معي إن شاء الله سأقومي العظم من البوانية ويقومي بالدخل ومهما تفاصيل سأتنفق ويطلعوني الفوق لكينتما كل شيء يتقومي ويجبني ويجبني قبالتي كان كبير ثمانية ديالسنتيم لم يكن من قبل وكل شيء يحاول أن يسكتني سأتنفق سأتنفق ومحمد ومختبر سأتخرج النتيجة الحمد لله أنها مزيانة لما فيه لخيف ولكن لم أصبق لأسف كان حسبي وزوج منصباعي وحركة ومستحيلة كل شيء أصدقاء لم يكن أصدقاء لم يكن أصدقاء وكان فيهم يساعدني ماديا وخايت ما نرفض أما الصديقة اللي كنت حاسبها أختي كان سولت فيها مرة واحدة ومن بعد بدلت النمرة وكي بحل عمرها ما كانت في حياتي غادي يجي عندي الطبيب في الصباح في الفيزيت ويقول لي الصراحة أنه نوعا ما الحمالية ديك ما نشحتش والحركة في يديك حاجة مستحيلة مع هاد القطب ولكن حيدنا الورم وده بتقدري تبقي هكا قال لي ولكن أنا فكرت أن أنا ما نقتلش لك الحركة في يديك وغادي تحتاجي أنا ننظر عليك عظم أنا بقوا تصدمة ما مفهمش وطلبت منه باش أنه يزيد الشرحلية وعلى حسب معرفتي البسيطة كان عرف زراعة الكي اللي هي القلب القرنية الكابيد لما أخره ولكن ما عمرني ما سمعت زراعة العظم فالطبيب طلب مني باش أنه يجي يشوف باش أنه يجي يشوف وليدي وحتى محمد حيث قلت لي رخها طيبة وغادي يعلمهم بهذا الشي من بات محمد غادي هدر معا ماما باللي أنه بغيني المعقول وماما غادي تجمع كل شي حيث كل شي أصلاً ولا كيعرفوه حتى من أخوتي الدراري قلت ليهم شوفوه ومحمد أمه هدرات معايا وغير غا تخرج بنتنا من الطبيب غادي يجي هو يخطبها راه ولد الناس وعائلته بغوا بنتنا وكيجوك يشوفوها كل مرة أنا أنا ذاك سبحان الله ربي كانت يصبرني وكالقارسي متفائلة ومخليها في الدمولانا صليت ودعيت الله ودرت صلاة الاستخارة وقلت يا ربي الأنبياء يأجلك والرسول ديال وبتليتيهم أنا عبدك لا حول ولا قوة تالي يا ربي راني وقلتك أمري شافيني يا ربي راه رحمتك ووسعت كل شي وغادي مدا كانت مكي وكانت طلب من الله شي فائلية وقاع الناس اللي مرادين معايا اللي حالتي وسط منهم كنت نقول عليها الحمد لله غادي يجي وليدي ومحمد كيف قلت لكم واشرح لهم الطبيب كل شي وغادي يوافقوه كانت أنا ذاك في عمري 22 سنة عمرني ظلمت أولي قادي تشي حد غدا في جنب الحيث وديها فقراريسي ومحافظة على راسي وعلى علاقتي بمولانا غادي نوهب أنا ذاك وقتي كله في القرآن والاستغفار والحمد واللي مكسبها لي الله أنا بغا ما عندي ما ندير لا اعتراض على قدر الله غادي يجي موعد الزرع وغادي يحاولوا يشوفوه مين غادي ياخدوا لي الطرف ديال العظم اللي كان كبير وأي بلاسة تخد منها غادي تكون خطورة عليها فهنا غادي يقرروا أخيرا باش أنهم ياخدوا لي من الرجل اللي صرد يالي اللي كانت تقريبا عظم اللي هو تانوي ولكن لسق في العصبة اللي كانت هي اللي خلعاني من حيث أي خطأ بسيط أو لدقيق نقدر نمشي غير جرى رجلي ونفقد القدرة عليها هو كان في المولية وكان لسق في الركبة غادي يجي موعد العملية وهدي كانت أصعب من اللي فاته والله يا رب كيفاش غادي ندير غادي نهبط للعملية وهذا المرة جاء والي دي ومحمد وما تصوروش حال بكيت فالتالي أنا سكت وهم ما صبروش والليت أنا كنصبرهم هبط للبلوك وكل اللي كانت ترعد وكانت دعيمه لنا وبغاو يديروا لي السيروم ومع العرق كان ورقاق غادي ترتق لي واحد العرق وبقاوك يقلبوا ولكن يوالوا في الآخر غادي يديروا لي السيروم فعنقي وأنا كنت بغيت نموت بالخلعة تخيلوا معايا الضرجة أنا وحتم التشهود غادي تلفلية وبجيت كنشاهد بيدي بزوج والرعدة فيها وما كيحاولوا باش أنهم ما يدنوني ندخلي بالناج وبنجوني بنشكولي ماشي بحال مرات اللي فاتو غير النص حدي قال لي بديت حسبي حد عشر أنا يلا قلت واحد زوج مشيت من تسعود يالصباح وأنا في البلوك للأسف ما غاديش نفيق بكري وغادي طلعوني الإنعاش وبصعوبة باش كنحاول أنا ننفهم فين أنا والطبيب كان واقف عند راسي تخيلوا معي يد فيها العملية ويد فيها جهاز القلب ورجلي اللي سرى العملية ورجلي اللي من جهاز ضغط الدم وأنا بالأكسيجين وكل عريانة حلي تعيني كان حاول السعب والصوت بعيد وما قدرش ناظر غير الدموع ما كانوش بغاو يحمسوا هنا داك وكان حمض الله من أعماق قلبي حيش لقي طرسي بقها مازال حية سيأتي الطبيب ويقول لي الحمد لله العملية لك ناجحة وعائلتك روما كالفقية كل شيء يساينك وانا داك كانت داك ستادي الأشياء غطوني وطلعوني فش طلعت كنشوف غرب عيني ولساني تقيل علي بالبنج وكل شيء يبكي وساكت سيقول لهم الطبيب ممكن واحدة تبقى معها وكل شيء يمشي ستبقى معي واحدة من أخواتي سنتحشي شوية والحرق سيبدأ اللي كان صعيب في تاورجلي سيروم اللي في عينقي وليت شوية بقوة الفضول كان سيقول أختي بغيت النوض نجلس نشوف رجلي وهي تحتها وهي تقول لي غير خليك متكية كنت بلا خدية حيش كان باقي مازال فيها البنج ولو غادي النوض وغادي نشوف رجلي من تحت كلها قبص والفاصمة ملوية على جلي كلها تقول واشحي دوليا العظم كامل بديت كامكي والخلعة وبالتليلة كلها كان خمم واشحي دوليا بزاف وكان حاول نحرك سبعاني درجلي ويدي والحمد لله كنت كان نحرك ولكن الحريق محبش غادي يجي الطبيب في الصباح وجات ممي وابا ومحمد شرح ليهم ورليهم الراديو اللي كان قبل ومن بعد وحاول يحرك لي سبعي ورجلي وصراحة كان طبيب لي في المستوى والاخلاق دياله كانت عالية وعنده ضمير كل مرة يجي كي يطلع لي كي يشرح لي أي حاجة وفق من هذا الشي كله دائما كان فمه في كلم الله وربي اللي كي يشافي احنا غير سبب غادي ندوه ثلث ايام وغادي يحاولوا باش انهم يوقفوني وهادي كانت أخطر مرحلة غادي يجي الطبيب وشي أطباء معاه ووقفوني وقال لي يا خلي تقل كامل وقال لي من ورجل الاخرى سيري غير بشوية مشيتشو خطوات وقلست صافي انا بقى مدة ثمان ايام من بعد وغادي نخرج غادي نخرج لأول مرة من بعد خمسة شهور رهما تصوروش كمية الفرحة اللي كانت في قلبي كانت بلية انا ذاك طويلة فبمجرد ما اخرج حسيت بحال ايام وصف من شهر تسعود تل شهر واحد للأسف خرج بالكروسة ويديها الزهة في البنضة في عنقي وهكاك فرحانة ربي اللي يعاطني هاد الشي والحمد لله انا شكره دارنا كانت عالية وفيها الضروش بزاف وحدة مخوتتي ابناز كانت سكناة قريبة من الطبيب وسكناة في سفلي فوافقت باش انا يمشي لعندها باش تقابلني لصراحة لا هي ولا ولادها ما خلوني نقصة من والو حتى الزوج ديالها الله يرحموا اللي مات من بعد بنت ختي ديما كانت تقطع لي الخوبس كانت تقوكلني كانوا يدوشوا لي ويمشطوا لي وكانوا يعملون واحد المعاملات عمرني ما انساها خرجت مشيت عند وحد ختي وحدة اخرى اللي كانت تقريبا من الطرويد وحتى هي كالطيب لي وما درت فيها غير الخير وديما مهل لي فيها سنبدأ الطرويد اللي دام مدة عام تقريبا ما قدرت ندير فيه والو من غير الطرويد والدار محمد طلع راجل وعند كلمته جاب ممو وجابوا لي الورد والشكولات وبزاف ديال الحليب باش دغية تجبر لي العظم مع عائلان وطحون سيرحبوا بهم دارنا وعائلتي واتفقنا ان شاء الله انني غير اللي بي خير نديروا خطوبة كبيرة فيها جاء العائلة جاءت 2017 محمد غدي نصحني باش نديرشي ديبلوم حسن ما نبقى غير غالصة بحكم انني وليت بي خير ولكن ما نهجش اتقل وما نمشيش مدة طويلة وما نزيتش في الوزن وكل مرة كان عندي كنترول فعلا نمشيت سجلت في واحد المدرسة ودخلت لها والحمد لله وفقني مولانا ونجحت دوس فيها عامين ونجحت اخذي الديبلوم ندفع ستاش ونتقبل في واحد الخدمة في البلدية ونبقى فيها واحد المدة وتام محمد كل عام كان يزيد كيت تحصل الوضع ديالو والله في واحد الشركة حسن وسهل عينا مولانا سيأتيوا لدارنا ونكملوا خطوبة ونجمعوا ورقنا وتزوجنا في 2019 مارس سيأخذوا حفلة اللي كانت بسيطة مع بيناتنا ونمشوا ونصافروا وهذه الايام كانت من اجمل ايام في حياتي من بعد سنرحلوا مدينة واحدة اخرى ونعيش معه تماما الحمدلله كان مفر لي كل شيء حاولت نرتاح ونستقر علما انه لقى لي خدمة مناسبة لي ولكن في ذلك الوقت سيأتي موعد تسجيل في واحد القرعة ونخرجوا للخارج سجلنا بجوج في 2019-2020 ما جاتش فينا في 2022 سيأتي فينا هذه القرعة لما جاتش في نتيجة دياله تل اخر لحظة اللي كانت مع رمضان طريقة عرفت واحد النهار دازل عيد الصغير وقلت اجينا نمشي نشوف واش جات في ايديك القرعة لم يكن لدي امال فمشيتنا نقلب تاكي بلين رقم ديالنا صغير فرحنا وقلنا هالواليدين اخوتي وبدينا في جميع الوراق المهم قدينا كل شيء سيأتي الوقت نتاع انهم يديرونا الانتربيو الحمدلله خدينا الفيزا وجينا بجوج مع بعضياتنا ومشكل واحد اللي كان عندنا انه ذاك المستضيف ما بقاش بغى باش انا نجول عنده ولكن بالصدفة سيأتي سيأتي واحد السيدة اللي وفقت من بعد ما اعطينا العائلة في المغرب زوجة المليون سيبيعوا كل شيء ودعوا العائلة ديالنا ونشطوا طريق البلاد لأول مرة سيأتي المركز في المطار ودتنا للدار وعطتنا بيت سيأتي تشوف لنا خدمة اللي قدرنا نقول عليها انتقام ومشي خير من ستجي الصباح تلتمية ديالليل بشحال بثمانين دولار انا وراجلي منهار كان تمار الكحلة وممنوع الإجليس سيأتي معها مدة والناس بدأوا يشرحوا لنا راكلين خدمة حسن من هذه حيث انتو ما عندكم الوراق جيتوا بالوراق فبلينا كان قلبوا وكان عارفوا شي شوية الرجل غاديدفع لواحد الخدمة وهو يتقبل وهو يقول لي انتي غاديد قلسي حتى لقى لك خدمة بحالي هي ما بغتش باش انا نقلس في الدار فبغتنا نبقوا خدامين بزوج ونرجعوا غير مباتو وكان غير بيت صغير وكان غالي بزوجة وذلك الفلوس اللي جبنا معنا كلها اعطناها لها وهكاك ديما قد قلنا زيدوني ذلك شي كان بزوجة علينا فقررنا باش اننا نمشي ونقلبوا على الكرة اللي قد فلوسنا الحمد لله في الاخير سيجد دار اللي تناسبنا وكرينا وخرجنا من عندها ولقينا اخذ مزوينة ومحتارمة وما فيها الشمارة انا اليوم خدمة وليله الحمد وكل مرة كنشري حاجة بشوية بشوية حتى كنكمله شنوب غينا انا اليوم فرحانة الحمد لله بالصبر اللي صبرت بالبتلاء دي المولانا ليا بكل شي الحمد لله اليوم كنشوف فيدي كل مرة وكنحمد الله كل شي كي يحاولي يقولي ديرلات جميل غطيها ولكن انا فيها تنشوف شهورة دي الصبر وكمية التحمل والمحبذ مولانا الحمد لله انا عجباني يدورجلي رغم التشويد العمليات انا مصالحة مع نفسي واللي بغاني بغاني الاخلاق ديالي التعامل ديالي والبزاف ديال الحويش انا اليوم قدرتني صبر والله جزاني ويا على الجزاء والعوض ديال مولانا يدنزل عليكم تيكون كبير وزون بزاف كتتدوقي فيه الصبر والتفاؤل واللي حسن في مولانا عمره ما تيخيب وهذه هي كانت حكايتي كانت حكاية اكرام حكاية جميلة وإيجابية مئة في المائة فسبح الله العظيم اكرام مربد وزان بتلاءات باش يفكرها ويفكرنا التحناية العظمة والنعمة اللي احنا عايشين فيها نتاع الصحة انك تكوني بخير ولا خير من غير هذا اعطاها هاد البتلاء باش تعرف شكلها يوقف معها في عائلتها شكلها يبغيها من عائلتها والحمد لله انا وبنت الحقيقة انتها كلها واحد واللي صراحة ان عائلتها كاملة كان عندهم ضور كبير في النفسية ديال لانهم وقفوا معها بمعنى الكلمة من غير الصديقة اللي كانت غير صادقة وغير صادقة شكرا اكرام للحكاية ديالك فكنت تمنع لك حياة سعيدة وشكرا بزاف على هذه القصة المتفائلة بحرك اذا بدت تخليه شي تعليق الاكرام غادي تكون فرحانة به فضمتوا في رعايت الله واحد انت لقوا بضغطي شاء الله سلام سلام